اعادة تركيز الاستثمارات في البنى التحتية التي ستسمح لهذه المناطق النائية وهذه المدارس الفقيرة والفتيات والأسر الفقيرة أن تكون متواصلة بهكذا يمكننا أن نقلل الفارق التقني وأن نقوم بإتاحة الفرصة لكل طفل وكل فتاة أن يستخدم التقنية بالضبط لسد الفجوة في التقنية التي نتحدث عنها والفقر الذي نتحدث عنه وحتى من خلال أزمات التعلم التي نتحدث عنها أعتقد أن الاستثمار في البنى التحتية الاستثمار في إعادة تأهيل المعلمين ليكون بإمكانهم استخدام التقنية بشكل جيد وخلق هذه الفرص هذا أمر ممكن تحقيقه العالم لديه الإمكانات والموارد لتحقيق ذلك الأمر يحتاج فقط إلى اتخاذ قرار وإلى القيام بالأمر مع العلم أنه هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله وهو الشيء العادل الذي يجب فعله وهو كذلك ما سيجعل مجتمعاتنا أكثر استدامة وبينما ننضي في هذا المستقبل لمؤتمر دول أطراف كوب 26 والتغير المناخي أعتقد أننا يجب أن نؤكد على ذلك مع بنائنا لهذه العدالة من خلال المشاركة الرقمية والبنى التحتية أن نقوم ببنائها مع أخذ البيئة في الاعتبار فلا ندمرها للشباب الذين نعلمهم ترجمة نانسي قنقر